إذا ما سألت ما تنجح صحيح أنا أتكلمت موضوع الساحل الشمالي الساحل الشمالي مهم جدا 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 للسياحة وأنا أريد السائح يجي اللي عنده فلوس يجيبه ما أريد أنا السائح اللي حاط شنطه على ظهره وينام لي في الصحراء لا هذا ما أريده باطرده وهي تكلمت أنا في أوروبا في مؤتمر طلبوني وتكلمت في أوروبا أريد السائح على هنغاريا وفي المجر وفي بريطانيا ما نريدهم هالي يجيون بشنطه أريد أنا الواحد اللي عنده فلوس الساحل الشمالي يجب يكون إليه يستحق سائح يصرف وغالي بس لازم تعديل لازم أنت ما لازم لازم تلبس بدلة تحط الطاق كويس حين كرتيف كذا ما فيك أنت تبيع شيء ما يسوي وغالي نعمليه أو المحرحات أول شيء المطار العالمين بعيد هذا لا يجوز وأنا تكلمت يا الوزير يجب أن يكون في نص ما فيه بلد يا سيدي ما فيه بلد تنجح اقتصاديا إذا ما يكون مطاره في نص البلد شو مطار القهرة في نص البلد نعم مطار دبي في نص البلد نعم لشيكاغو كلنا في نص البلد بمطار بhowو programming مطار وخضني في، سعة ونص أيه نعم أول الشيء المطار هذا إن شاء الله يبقى هو راية من العالمين لازم يكون مكسوم من 15 دكايا سعى ونص سعة ونص 15 دكا أنا أعرف كم في سيارتين successful في النطار القاهرة نعم هرتاح اما بتاخذني انت الى بلد ثاني احصل لي اركب هلو كومتر نعم صحيح ده اللي هيجيب لك زي ما حاك بتقول السياحة اه اللي بيجيبك السياحة استقبال في المطار يجب ان ترحيب الطيب الوجه الطيب نعم اللي يستقبل ضروري هذي مهم جدا للواجهة في المطار نعم لكن حاك شايف انه الساحل الشمالي مكان مهم او متميز في مصر فيه تطوير حصل فيه يستحق يستحق ايه الاهتمام مليون بالمئة الساحل الشمالي من مست انا شفت المباني وشفت بعض القرى الاحترام للاخرين لا يستحق اهم ان هذه المئة مرة في النوعية في نوعية البناء في نوعية التخطيب في نوعية البيوت بعدها ام بعد عشان الواحد يترفس نعم ما بواحد انا او زوجتي نتكلم جاري يسمعني ما يزوء ولا يجوز يجب انه يكون التخطيب حتى التام بلاننج يكون لي ما فهم فكرت حك تستثمر هناك انا فكرت انا شفت انه عجبت حبيت 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 اه في حتى ارض هناك الواحد من الخليج بعدها قالوا اللي اربعين سنة ما راح لكننا رح نشتريها حتى راح الاسلام وفي اصدقها عندنا حمدي بيك سليمان وراعوا وشافوها قصر الخرمان قلنا بنشتري هذا القصر الخرمان وبنهدمه بنبني بس طلب فيه مبلغ كبير وبتعدل على هذا اه فلكن واردت السسمر مئة بالمئة فنادق انا والعقارات لا انا ممالا انا ممالا عقارات انا تبعا سياحة ايه جاهز باش تريد نحن اقتصاصنا يا سيدي نعم في الهوتيلات في المدارس في السيارات في التأمين هذا شغلنا ما ندخل في شيء ما نعرفه هذا ما ندخل في شيء ما نعرفه حك شفت الريقال هايتس انا شفت الريقال هايتس واعجبت اه الحقيقة عجبت في الموقع وعجبت في المدخل اللوبي تبعه اه وحتى فيه شباب يشتغلون المهذه كنت شايفلنا في اسكندرية يعرفوني اه